بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيه بعد وبعد فهذه قراءة لأرجوزة ملحة العراب في الناحو من نظم العلمة الكبير أبي محمد القاسم بن علي الحريري البصري المتوفى سنة 516 من نجرة النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله ونفعنا بعلمه وصاحب المقامات الشهيرة بسم الله الرحمن الرحيم أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول الشديد الحول وبعده فأفضل السلام على النبي سيد الأنام صلى الله عليه وسلم وآله الأطهار خير آلي فافهم كلامي واستمع مقالي سائلا عن الكلام المنتظم حدا ونوعا وإلى كم ينقسم اسمعه ديت الرجد ما أقول وافهمه فهم من له معقول باب الكلام حد الكلام ما أفاد المستمع نحو سعى زيد وعمر متابع ونوعه الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم حرف معنا فالاسم ما يدخله من وإلى أو كان مجرورا بحتى وعلى مثاله زيد وخيل وغنم وذا وأنت والذي ومن وكم باب الفعل والفعل ما يدخل قد والسين عليه مثل بانا ويبين أو لحقته تاء من يحدث كقول في ليس لست أنفث أو كان أمر ذا اشتقاق النحو وقل ومثله ادخل وانبسط واشرب وكل باب الحر والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة مثاله حتى ولا وثم وألوى بل ول ولم ولم باب المعرفة والنكرة والاسم ضرباني فضرب النكرة والآخر المعرفة المشتهرة فكل ما رب عليه تدخل فإنه نكرة يا رجل نحو غلام وكتاب وطبق قولهم رب غلام لي أباق ومعد ذلك فهو معرفة لا يمتلي فيه صحيح المعرفة مثاله الدار وزيد وانا وذا وتلك والذي وذو الغنى وآلة التعريف ألف من يريد تعريف كبد مبهام قال الكبد وقال قوم إنها اللام فقط إذ ألف الوصل متى يدرج ساقط باب قسمة الأفعال وإن أردت قسمة الأفعال لينجلي عنك صد الإشكال فهي ثلاث ما لهن رابع ماض وفعل الأمر والمضارع وكل ما يصلح فيه أمس فإنه ماض بدون لبس وحكم فتح الأخير منه كقولهم سار وبنى عنه والأمر مبني على السكون مثاله احذر صفقة المغبون وإن تلاه آلف ولا مفكس وقل ليقدم الغلام واحذف حروف العلة المشهورة حيث أتت من فعلها مذكورة من أول أو وسط أو آخر إذا غدوا تأمرا لآخر تقول عيد وقل وداري عمرا وعمل لرب العالمين شكرا وإن أمرت من ساعة ومن غدا فأسقط الحرف الأخيرة أبدا تقول يا زيد غد في يوم الأحد وسعى إلى الخيرات لا قيت الرشد وآكذا قولك في الم من رمى فقص على ذلك فيما استبهما فقص على ذلك فيما استبهما والأمر من خافق في العذاب ومن أجاد أجد الجواب وإن يكون أمرك للمؤنث فقل لا خافي رجال العبثي باب الفعل المضارع وإن وجدت أمدتنا أتاء أو نون جمع مغبر أو ياء قد ألحقت أول كل فعل فإنه المضارع المستعلي وليس في الأفعال فعل يعرب سواه والمثال فيه يضربون والأحرف الأربعة المتابعة والأحرف الأربعة المتابعة مسميات أحرف والمضارع واسمت والحاوي لها أنيت فاسمعوا عي القول كما وعيت وضمها من أصلها الرباع مثلا يجيب من أجاب الداعي وما سواه فهي منه تفتتح ولا تبل أخف وزنا أم واجح مثال يذاب دايد ويستحي شتارة ويلتاج باب العراب وإن تريد أن تعرف العراب لتقتفي في نطقك الصواب فإنه بالرفع ثم الجاري والنصب والجزم جميعا يجري فالرفع والنصب بلا ممانع قد دخل في الإسم والمضارع والجر يستأثر بالأسماء والجزم بالفعل بلا امتراء فالرفع ضم آخر حروف والنصب بالفتح بلا وقوف والجر بالكسرة بالتبين والجزم في السالم بالسكون إعراب الإسم المفرد المنصرف ونوني الإسم الفريد المنصرف إذا درجت قائنا ولم تقف وقف على منصوب منه بالألف كمثل ما تكتبه لا يختلف تقول عمل قد أضاف زيدا وخالد صاد الغدات الصيدة تقول عمل قد أضاف زيدا وخالد صاد الغدات الصيدة وتسخص التنوينين أضفته أو إن تكن أو إن تكن باللام قد عرفته والمثال جاء غلام الوالي وأقبل الغلام كالغزالي فاصل في الأسماء الستة المعتلة المضافة وستة ترفعها بالواوي في قول كل عالم وراوي والنصب فيها يا أخي بالألف وجر باليائف وعرف وعترف واغترف ويا أخوك وأبو عمران وذوفك وحمع ثمان ثم هنوك سادس الأسماء وثم هنوك سادس الأسماء فاحفظ مقال حفظ ذي الذكاء باب حروف العلة والوالياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المكتاني في عرب الاسم منقوص والياء في القاضي وفي المستثري ساكنة في رفعها والجر وتفتح اليو إذا ما نصب نحو لقيت القاضي المهذب ونوين منقنا منقوص في رفعه وجره خصوص تقول هذا مشتري مخادع وافزع إلحا من حماه مانع وهكذا تفعل فيها الشاجي وكل ياء بعد مكسور تجي هذا إذا ما وردت مخفف ففهم عني فما صار في المعرف إعراب الاسم المقصور وليس للإعراب فيما قد قصر من الأسامي أثر إذا ذكر مثاله يحيه عيسى والعصى أو كحيان أو كرحا أو كحصى فهذه آخر ولا يختلف على تصريف الكلام المؤتري في عراب المثنى ورف ما ثنيته بالآلف كقولك الزئدان كان مألافي ونصب وجره بلياء بغير إشكال ولم تراء تقول زيد لابس بردين وخالد منطلق اليدين وتلحق النون لما قد ثني من المفارد لجبر الوهن إعراب الجمع الصحيح وكل جمع صحفي واحد ثم أتابع بالتناهي زائد فرفعوا بالواب من نون تابع مثل شجان الخاطبون في الجمع ونصب وجره بلياء عند جميع العرب العرباء تقول حي النازلين في ميناء وسلع للزيدين هل كانوا هنا ونونو مفتوحة إذ تذكروا والنونو في كل مثنى تكسروا وتسقط النونان في الإضافة نحو رأيت ساكن الرصافة وتسقط النونان في الإضافة نحو رأيت ساكن الرصافة وقلقيت صاحبي أخينا فاعلموا في حذفه ما يقينا إعراب جمع المؤنث السالم وكل جمع فيه تأم زائد فرفعوا بالضم كرفع حامدة ونصب وجره بالكسر نحو كفيت المسلمات شر باب جمع التكسير وكل ما كسر في الجموع كالأزد والأبيات والربوع ونظير الفرض في الإعراب فاسمع مقالي واتابع الصوابي باب حرف الجر والجر في الإسم الصحيح المنصرف بأحرف إن إذا ما قيل صف من وإلى وفي وحتى وعلى وعن ومنذ ثم حاشى وخل والباء والكاف إذا ما زيد واللام فاحفظة تكون رشيدة ورب أيضا ثم مذ فيما حضر من الزمن دون ما من وابر تقول ما رأيتهم ذيومنا ورب عبد كيس مر بنا ورب تأتي أبدا مصدرة ولا ياليها الإسم إلا ناكرة وطارة تضمر بعد الواوي كقول مراكب بجاوي باب القسم ثم تجر الإسم باء القسم وواو والتاء أيضا فعلمي لكن تخص التاء باسم الله إذا تعجبت بالاشتباه باب الإضافة وقد يجر الإسم بالإضافة كقولهم دار أبي قحافة فطارة تأتي بمعنى اللامي نحو أتى عبد أبي تمامي وطارة تأتي بمعنى من إذا قلت ما نازيت فقز ذاك وذا وفي المضاف ما يجر أبدا نحو لد زيد وإن شئت لدى ومنه سبحانه وذو ومثل ومعه عند وأولو وكله ثم الجهات الست فوقه وورا ويمنة وعكسه بلمتر وهكذا غير وبعض وسوى في كلم شتى رواه من روا كامل الخبرية وجروبك ما كنت عنه مخبرة معظما لشأنه مكثرة تقول كم مال أفادته يدي وكم إماء ملكة وأعبودي باب المبتدى والخبر وإن فتحت النطق باسم متدى فارفعه والأخبار عنه أبدا تقول من ذلك زيد عاقل والصرح خير والأمير عادل ولا يحول حكمه متدخل لكن على جملته وهل وبال فاصل في تقديم الخبر وقدم الأخبار رئيس تستفهمك قولهم إن الكريم المنعم ومثل وين المريد المذنف وأيها الغادمة المنصرف ومثل وين المريد المذنف وأيها الغادمة المنصرف وإن يكون بعض الظروف الخبر فأولي النصب ودعا كلمرة تقول زيد خلف عمر القعدة وصوم يوم السبت والسير وداء وإن تقول أين الأمير جالس وفي فناء الدري بشر مائس فجالس ومائس قد رفع وقد أجيز الرافع والنصب مع الاشتغال وهكذا إن قلت زيد لمت وخالد ضربته وضمته فرح في جازه والنصب كلاهما دلت عليه الكتب الفاعل وكل ما جاء من الأسماء عقب فعل سالم البناء فارفعه إذ يعرب فهو الفاعل نحو جرى الماء وجرى العامل فصل واحد الفعل مع الجماعة كقولهم سار الرجال الساعة وإن تشاف فزد علي التاء نحو اشتكت عراتنا الشتاء وتلحق التوى على التحقيق بكل متنيث حقيقي بقولهم جاءت سعاد ضاحك وانطلق كقولهم جاءت سعاد ضاحك وانطلقت ناقة هند راتك وتكسر التاء بلا محالة في مثل قد أقبلت الغزالة باب ما لم يسمى فاعله واخد قضاء لا يرد قائله بالرفع في ما لم يسمى فاعله من بعد ضم أول الأفعال كقولهم يكتب عهد الوالي وإن يكن ثاني ثلاثي ألف فاكسر حين تبتدي ولا تقف تقول بيعثو والولام وكيل زيت الشام والطعام باب المفعول به والنصب المفعول حكم وجبك قولهم صاد الأمير أرنبا وربما أخرى عن الفاعل نحو قد استوفى الخراج العامل وإن تقل كلم موسى يعلى فقدم الفاعل فهو أولى باب ظنا وكل فعل متعد ينصب مفعوله نحو سقا ويشربه لكن فعل الشك واليقين ينصب مفعولين في التلقين تقول قد خلت الهلال لائحة وقد وجدت المستشار ناصحة وما أظن عامرا رفيق ولا أرى لي خالدا صديق وهكذا تصنع في علمت وفي حسبت ثم في زعمت باب عمل اسم الفاعل منون وإن ذكرت فاعلا منون فوكما لو كان فعلا بين فارفع به في لازم الأفعال وانصب إذا عدي بكل حال تقول زيد المشترين أبوه بالرفع مثل يشتري وقل سعيد مكرم عثمان بالنصب مثل يكرم الضيفان باب المصدر والمصدر الأصل وأي وأصلي ومنه يا صحي اشتقاق الفعال وأوجبت له النحات النصب كقولهم ضربت زيدا ضربا وقد مقيم الأصف والآلات مقامه مقاما والعدد الأثبات نحو ضربت العبدة صوتا فهرب وأضرب أشد الضرب من يشريب واجلد حدا أربعين جلدة وحبسهم مثل حبس مولا عابدة وربما أضمر فعل مصدر كقولهم سمعا وطوعا فاخبر ومثله سقيا له وراعيا وإن تشأجد عن له وكيا ومنه قد جاء الأمير ركضا ومنه قد جاء الأمير ركضا واجتمل الصماء إذ توضى ومنه قد جاء الأمير ركضا واجتمل الصماء إذ توضى باب المفعول الله وإن جرى نطقك بالمفعول الله فانصبه بالفعل الذي قد فعل وهو لا عمر مصدر في نفسه لكن جنس الفعل غير جنسه وهو لا عمر مصدر في نفسه لكن جنس الفعل غير جنسه وغالب الأحوال أن تراه جواب لم فعلت ما تهواه تقول قد زرتك خوف الشر وغسط في البحر ابتغاء الدر باب المفعول معه وإن قمت الوا في الكلام مقاما مع مقاما مع فانصبه لا ملام تقول جاء البرد والجباب واستوات المياه والأخشاب وما صنعت يا فتى وسعد فقس على هذا تصادف رشد باب الحال هو الحال والتمييز منصبان على اختلاف الوضع والمباني ثم كلا النوعين جاء فضله منكرا بعد تمام جملة لكن إذا نظرت في اسم الحال وجدته اشتق من أفعالي ثم يرى عند اعتباري من عقل جواب كيف في سؤالي من سأل مثاله جاء الأمير رواكبة وقام قص في عكاض خاطبة ومنه من ذا في الفناء قاعدة وبيعته بدرها من فصاعدة فصف التمييز وإن ترد معرفة التمييز لكي تعد من ذوي التمييز فوالذي يذكر بعد العدد والوزن والكيل ومذروع يدي ومن إذا فكرت فيه مضمرة من قبل أن تذكره وتظهره تقول عندي منواني زبدة وخمسة وأربعون عبدة وقد تصدقت بصاع خلى وما له غير جريب النخلة فصل ومنه منصوبة فعل متحوذ ذنب كنعمة وبئسة وإن أيضا نعمة زيد رجل وبئس عبد الداري منه بادلة وحبذ أرض البقيع أرض وصارح أطهر منك عرض وقد قررت بيها بعين وطبت نفسا إذ قضيت الدين بابك من استفهمية وكم إذا جئت بيها مستفهمة فانصب وقل كم كوكبا تحوي السماء باب الظرف الظرف النوعاني فالظرف أزمنا هيجي مع الدهني والظرف أمكن والكل منصوب على إضمار فيه فاعتبر الظرف بهذا واكتفيه تقول صام خالد أيام وغبشر وأقام عام وبات زيد فوق سطح المسجد والفرس الأبلق تحت معبدي والرح هبت يمنة المصلي والزرع تلقاء الحياة المنهل وقيمة الفضة دون الذهب وثم عمر الفد منه وقربي ودار شرقيا فيض البصرة ونخله وربي نهر مرة وقد أكلت قبله وبعده وإثره وخلفه وعنده وعند فيها النصب يستمر لكن بمن فقد تجر وأينما صدفت فيه لا تضمر فارفع وقل يوم الخميس نير وفارفع وقل يوم الخميس نير والستثناء وكل مستثنيت ومن موجب تم الكلام عنده فلتنصب تقول جاء القوم إلا سعد وقامت النسوة إلا دعد وإن يكون فيما سوى الإيجاب فأولي الإبدال في الإعراب تقول من مفخر إلا الكرم وهل محل الأمن إلا الحرم وإن تقول لا رب إلا الله فارفع ورفع ما جرى مجراه وانصب إذا ما قد من مستثنى تقول هل إلا العراق مغن وإن تكون مستثنيا بما عدا أو ما خل أو ليس فانصب أبدا تقول جاء ما عدا محمدا وما خل عمرا وليس أحمدا وغير إن جئت بها مستثنية جرت على الإضافة المستولية وراءها يحكم في عرابها مثل اسمي إلا حين يستثنى بها باب لا نفيا وانصب بلا في النفي كل نكيرك قول من شك فيما ذكره وإن بدى بينهما معترض فارفع وقل لا لأبيك مبغض وارفع إذا كررت نفيا وانصبي أو غير الإعراب أيضا تصبي تقول لا بيع ولا خلال فيه ولا عيب ولا إخلال والرفع الثاني وفتح الأول قد جاز والعكس كذاك ففعلي وإن تشف ففتحهما جميع ولا تخف ردعا ولا تقريع التعجب وتنصب الأسماء في التعجب نصب المفاعل ولا تستعجب تقول ما أحسن زيدا إذ خطى وما أحد سيفه إذا سطى وإن تعجبت من الألوان أو عاهة تحدث في الأبدان فابني له فعلا من الثلاث ثم مات بالألوان والأحداث تقول ما أنقى بياض العاج وما أشد ظلمة الدياج باب الإغراء والنصب في الإغراء غير ملتبس وهو بفعل مضمر ففماق استقول للطالب خلا بر دون كبشر نوع عليك عمر باب التحذير وتنصب الإسم الذي تكرر وعن عواض الفعل الذي لا تضير مثل مقال الخاطب الأواهي الله الله عباد الله باب أنا وأخواتها وستة تنتصب الأسماء بها كما ترتفع الأنباء ويا إذا رويت أم ليت إن وأن يفتى وليت ثم كان ثم لكن وعل واللغة المشروعة الفصحى لعل وإن بالكسرة أم الأحرف تأتي مع القول وبعد الحلف ولم تختص بمعمولاتها ليستبين فضل وفذاتها مثاله إن الأمير عادل وقد سمعت أن زيدا راحل مثاله إن الأمير عادل وقد سمعت أن زيدا راحل وقيل إن خالدا لقادم وإن إذا الأبو عالم وقيل إن خالدا لقادم وإن إذا الأبو أعالم ولا تقدم خبر الحروف إلا مع الجرور إلا مع المجرور والظروف إلا مع المجرور والظروف فقولهم إن لزيد مال وإن عند خالد جمال وإن ترد ما بعد هذه الأحروف فالرفع النصب أجيز فعرف والنصب فليت وعل أظهر وفيك أنها استمع ما يؤثر باب كان وأخواتها وعكس إن يا أخي في العمل كان ومن فك الفتى ولم يزل وهاكذا أصبح ثم أمس وظل ثم بات ثم أضحى وصار ثم ليس ثم ما برح ما فتي ففقه بياني المتضح وأختها ما دام فحظنها واحذره ديتا تزير عنها تقول قد كان الأمير راكبا ولم يزل أبو علي غائبا وأصبح البرد شديدا فعلمي وبات زيد ساهرا لم ينمي ومن يريد أن يجعل أخبار مقدمات فليقول مختار مثاله قد كان سمحا وائل وواقفا بالباب أضحى السائل وإن تقول يا قومي قد كان المطر فلاست تحتال لها إلى خبر وهكذا يفعل كل من نافث بها إذا جاءت ومعناها حادث والباو تختص بليس في الخبر كقولهم ليس الفتى بالمحتقر فصف من نفية الحجازية ومن التي تنفيك ليس الناصبة في قول سكان الحجاز قاطبة فقولهم معامر موافقة كقولهم ليس سعيد صادق باب النداء ونادي من تدعو بيا أو بآيا أو همزة أو أيوة إن شئتها يا أنصب ونوين إن تنادي النكرة كقولهم يا نهي من دعي الشرى وإن يكن معرفة مشتائرة فلا تنوين وضم آخرة تقول يا سعد أيا سعيد ومثل يا أيها العميد وتنصب المضافة في النداء كقولهم يا صاحب الرداء وجائز عند ذوي الأفهام في يا غلامي قول يا غلامي ولهو في الوقف على غلامي يهكل هاي في الوقف على سلطانيا وقال قم في يا غلام كما تلويا حصرة علامة وحثويا يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعائي وإن تقول يا ذي أو يا ذا فحثويا ممتنع يا هذا باب الترخيم وإنتشى الترخيم في حال النداء فاخصوص به المعرفة المنفردة واحذف إذا رخمت آخر رسمي ولا تغير ما بقي من رسمي تقول يا طرحا ويا عام اسمع كما تقول في سعادة يا سعى وقد أجز الضم في الترخيم فقيل يا عام بضم الميم وألقي حرفين بالغفول من وزن فعلان ومن مفعولي تقول في مروانا يا مرواجليسي ومثل يا منصوف أفهم وقسي ولا ترخمين دف النداء ولا ثلاثين خلا من هاي وإن يكون آخره وإن يكون آخره ها أم فقل في هبة يا هبة من هذا الرجل في هبة يا هبة من هذا الرجل وقول في صاحب يا صاح شذى لمعنى فيه باصطلاح بو التزغير وإمتل التزغير اسم المحتقر إما لتهوان وإما لصغر فضم وابداه لها ذي الحادثة وزده يا أن تبتديها ثالثة فضم وابداه لها ذي الحادثة وزده يا أن تبتديها ثالثة تقول في فلسن فليس يا فتى وهكذا كل ثلاثين أتى وإن يكون مؤنثا أردفته هأن كما تلحق له وصفته فصغر النار على نويرة كما تقول ناره منيرة وصغر البابا فقل بويب الناب إن صغرتا والناب إن صغرتا نياب لأن بابا جمعها أبواب الناب أصل جمعها أنياب وفاعل تزغيره فويعله كقول في راحل رويحل كقول في راجل رويحل كقول في راحل رويحل وإن تجد من بعد ثانيه ألف فقرب يا أن أبدا ولا تقف تقول كم غزين ذبحت وكم دني نير به سمحت تقول كم غزين ذبحت وكم دني نير به سمحت وقل صريحين لي سرحان كما تقول في الجمع صراحين الحما ولا تغير في عثيمان الآلف ولا سكيران الذي لا ينصف وهكذا زعيفران فاعتبر به السداسيات وفقه ما ذكر واردود إلى المحدث ما كان حذف من أصلي حتى يعود متصف كقول في شفة شفيها وشات إن صغرتها شويها كقول في شفة شفيها وشات إن صغرتها شويها فصف الحرف الزايدة وألقي في التصغير ما يستثقل زايده أو ما تراه يثقل والأحرف التي تزاد في الكلم يجمعها قولك سائل وانتا تقول في منطلق مطيلق فافهم وفي مرتزق مريزق وقيل في سفرجل سفيرج وفي فتا مستخرج وفي فتا مستخرج مخيرج وقد تزاد الياء للتعويض والجبر المصغر المهيض كقوله من المطيلق واخبى السفيريج إلى فصل الشتاء وشد مما أصل ذي تصدير ذا ومثل ذي وقولهم أيضا وقولهم أيضا وشد كما شد مغير بان وليس هذا بمثل يحذى فاتبع الأصل ودعم شد فاتبع الأصل ودعم شد باب النسب وكل منسوب من في العرب أو بلدة تحقه وتحذف الهو بلا توقف من كل منسوب إليه فاعرفي تقول خرجاء الفتى البكري كما تقول الحسن البصري وإن يكون مما على وزن فتى وإن يكون مما على وزن فتى أو وزن دنيا أو على وزن متى فأبدل الحرف الأخير وعاصم مرى ودعم الناوى نقول هذا علوي معرق وكل لهو دنيوي مبق وانسب أخر حرفتك البقال ومن يضاهيه إلى فعال باب التوابع والعطف والتوكيد أيضا والبدل توابع يعربنا يعرى بلأول وأكد الأصف إذا ضع الصفة مصوفها منكرا أو معارفا تقول خل المسح والمجونة وأقبل حجاج واجمعونة ومرور بزيد الرجل الضريف وعطف على سعيلك الضعيف والعطف قد يدخل في الأفعال كقول امثيب واسمول المعالي وأحرف العطف جميعا عشارا محصورة مأثورة مسطرة ألوى والفاو ثم للمهل ولا وحتى ثم أهو أم وبل وبعدها لكن وإما إنكسر وجاء للتخير فأحفظ ما ذكر باب ما لا ينصرف ما لا ينصرف هذا وفي الأسماء ما لا ينصرف فجره كنصب لا يختلف وليس للتنوين فيه مدخل لشبه الفعل الذي يستثقل مثال أفعل في الصفات كقول محمر في الشيات أو جاء في الوزن مثال سكر أو وزن دنيا أو مثال ذكر أو وزن فعل الذي مؤنث فعلاك سكر فخذ ما أنفث أو وزن فعل أو فعل كمثل حسناء وأنبياء أو مثل مثنى وثلاثة في العدد إذا ما رأى إذ ما رأى صرفاهما قط وحد أو مثل مثنى وثلاثة في العدد إذ ما رأى صرفهما قط وحد وكل جمع بعد ثاني هي ألف وهو خماسي فليس أنصرف وهكذا إن زاد في المثال نحو دناني راب لا إشكان فهذه الأنواع ليست تنصرف في موضع يعرف هذا المعترف في موضع يعرف هذا المعترف وكل ما تنيث بلا ألف فهو إذا عرف غيره من صرف تقول هذا طلحة الجواد ولا تتزينب أم سعاد وإن يكون مخففا كذا عادي فاصفه إن شئ تكسر في سعدي واجه ما جاء بوزن الفعال مجرى في الحكم بغير فاصلي فقولهم أحمد مثل أذهب وقولهم تغرب مثل تضرب وإن عدلت فاعلا إلى فعل لم ينصرف معرفا مثل زحل لم ينصرف معرفا مثل زحل والأعجمي مثل ميكايل كذا كفي الحكم وإسماعيل وهكذا الإسماني حيث ركبا وهكذا الإسماني حيث ركبا كقولهم رأيت معدي يكريبا ومن ما جاء على فعلانا مع اختلف فائيه أحيانا تقول مروان وأتى كرمان ورحمة الله على عثمان فهذه إن عرفت لا تنصرف مات منكرا من أصرف وإن عراره ولاموا فما على صرفها ملاموا وهكذا تصرف بالإضافة نحو سخى بأكرم الضيافة وهكذا تصرف بالإضافة نحو سخى بأكرم الضيافة وليس مصرفا من البقاع إلا بقاع جئنا في السماع مثل حنين ومنا وبادري وواسط ودابق وحجري وجائز في صنعة الشعر الصالف أن يصف الشعر ما لا ينصرف باب العدد وإن تقتب العقود في العدد فانظر إلى المعدود إلى قيت الرشد فأذبت لها مع المذكر واحذف مع المؤنث المشتهر تقول لي خمسة أثواب جدد وازمم له تسعة من النوق وقد وإن ذكرت العدد المركبة والذي استوجب أن لا يعرب فألحق لها مع المؤنث بآخر الثاني ولا تكترث مثال عندي ثلاث عشر جمانة منظومة ودر وقد تنأى قول في الأسماء على اختصار وعلى استفاء ناصب مضرع وجوازم وعقى أن أشرح شرحا يفهم ما ينصب الفعل وما قد يجزم فينصب الفعل السليم عنولا وكي وإن شدت لك إله وإذن والنصب في معتلك السليم فانصب تشفي علة السقيم واللام حين تبتدي بالكسر وهي إذا فكرت لام الجاري والفاوين جاء جواب النهي والأمر والأرض معا والنفي وفي جواب ليتني وهالفتى وأين مغداك وأنا ومتى وهو إن جاء بمعانا وفي جواب ليتني والفتى وهو إن جاء بمعانا الجمعي في طلب المأموري أو في المنعي ونصب الفعل بأو حتى وكل ذا أدع كبا شتى تقول أبغيا فتى أن تذهب ولن أزل قائم أو تركب وجئت كيت وليني الكرام وسرت حتى أدخل اليمام وقتبسي العلمان لكي ما تكرم وعاصي أزباب الهوى لتسلم ولا تما لجاهلا فتتعب ولا تما لجاهلا فتتعب وما عليك عدبه فتعتب والصديق مخلص فأقصده وليت لي كنز الغنى فأرفده ومن يقول إن سأشى حرمك فقل له إني إذن أحترمك وقل له في العرضية هذا ألا تنزل عندي فتصيب مأكلة وزور فتلتذى بأصناف القرى ولا تحاضر وتسيئ المحضر فهذه ناصب الأفعال مثلت وافحت على تمثالي وإن تكون خاتمة الفعل ألف فهي على سكوني لا تختلف تقول لن يرضى أبو السعودي حتى يرى نتائج نعودي فصل أمثلة خمسة وخمسة تحذف منهن الطرف في نصبها فألقي ولا تخف ويا لقيت الخير تفعلاني ويفعلاني فعل في المباني وتفعلون ثم يفعلون وأنت يا أسماء وتفعلين فهذه تحدف منها النون في نصبها ليضع السكون تقول للزيدين تقول للزيدين لن تطرق وفقد السماء لن يفترق وجاهدوا يا قومي حتى تغنموا وقاتلوا كفر حتى يسلموا ولن يطيب العيش حتى تسعد يا هند بالوصل الذي يروي الصدي فصل جوازم وتجزموا الفعل بلم في النفي واللم في الأمر ولا في النهي ومن حروف الجزم أيضا لما ومن يزد فيها يقول ألم تقول لم يسمع كلام من عذر ولا تخاصم من إذا قال فعل وخالد لما يرد مع من ورد ومن يود فلواصل من يود وإنت لا وارف ولا مو فليس عيرك السلام تقول لا تنتهر المسكين ومثه لم يكن الذين وإن ترى المعتلى فيها لدفاء وآخر فعل فسمه الحذف تقول لا تأسى ولا تؤذي ولا تقول بلا علم ولا تحصو الطلاة وأنت يا زيد فلا تزدد عنا ولا تبع إلا بنقد في منا والجزم في خمس سنت مثل النصب فاقنع بإجازي وقل لي حسبي فاقنع بإجازي وقل لي حسبي باب الشرط والجزاء أذوين في الشرط والجزاء تجزم فعلا بلا امتراي وتلواي ومن ومهما وحيث ما يظن وما وإذما وأين من أن وأن ومتى فاحفظ جميع لدواتي يا فتاة وازد قوم ما فقالوا إما وأينما كمات لو أيما تقول إن تخرج تصادف رجدا وأينما تذهب تلاقي سعدا ومن يزر أزره باتفاقي وهكذا تصنع في البواقي فاحفظوا قت السهوى ما أمليت وقس على المذكور ما ألغيت وأختها لا تنسى أيانا فاجزم بها حكاء أبو حيانا فاجزم بها حكاء أبو حيانا بابو البناء ثم تعلم أن في بعض الكلمة هو مبنئ على وضع نوسهم فسكنوا من إذ بانوها هو آجل وقد ولكن ونعم وكموهل وضم في الغيات من قبل ومن بعد وما بعد ففهموا استبنوا وحيث ثم منذ ثم نحن وحيث ثم منذ ثم نحن وحيث ثم أو ثم منذ ثم نحن وقضت فاحفظها عذاك اللحن والفتح في عينا وأيانا وفي كيف وشتان أوروبا فعرف يقبلوا ما ركبوا من العدد بفتح كل منهما حيث حين يعد بفتح كل منهما حين يعد وأمس مبنينا على الكسفين عرف الصارى معربا عند الفطن وجيري أي حقا وأولئك أمس بالكسفة في البناء وقيل في الحرب نزال مثل ما قالوا حذامي وقطامي في الدماء وقال بني يفعلن في الأفعال فما لهم غير بحالي تخل من النوق يسرحن ولم يرحن إلا للحاق يرحن إلا للحاق بالنعم فهذه أمثلة لمبني جائلة دائرة في الألسون وكل مبني يكون آخر على سواء فاستمع ما أذكر وقد تقضت ملحة العراب مودعة بداعي على الأعراب مودعة بداعي على الأعراب فانظر إليها نظر المستحسني وأحسن الظن بها وحسني وإن تجد عيبا فسد الخلالة فجل من لعب فيه وعلى والحمد لله على ما أولى فنعم ما أولى ونعم المولى ثم الصهات بعد حمد الصمد على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله الأفضل الأخيار من سلخ الليل من النهار الله صلى الله عليه وسلم وبركة نبيو حمد بعض الخلق ورد ورحمة صلوات عرشكم ذلك المتكلاهي نجيم كل ذلك فأنت إله ونمه ونمه وليل جميع ورحمة مستقال ورزق